إذا بيعضه قلت نقول إنه جماعة صح في اللحظة اللي بغير يجمع جماعة صح ويدك اللي تجمع معه دقيتها انتهى تجمع صح طبعا لو جماعة صح وإنه يعض ممكن أثناء الجمع مثلا طب ممكن نوصلك بس في الحالة هادي مثلا إذا وصل ها تفاجح ممكن مثلا قاس ليحسسه إن من بهارف منه في الجانب وإن تكتب اليمين يحسلكك مانع عن اللساء حس إن الجهة اللي هي بيجيها ما يقع سمين هاصل أنا ما هربت منك اللي أنت بغاء بيكل تهرب منك اللي يمين طبعا كثيرا تكتب تسربته بس يستمر يقاوه دائما كذا قاعده بالشكل هادا حسس أنك ما انت بخايف من شيء اللي يبقى حدوط طبعا تده جوزيته إن لو حصله مبجاز بتتسوي نفس السكرة بستدريجية أنا كبس أن يدي شيء كنت تكره مستقيم لأنه هو بسم مصري سوي كده أو مصري سوي كده اللي يصير منك لما تكرر العملية دي شيء تلوف كده لاحظ لما تلوف كده بعد شو يشترته وانت ما أصدر عدتوا على المسار اللي كنت تروح لو إلا فلنه يرجع لش يسوي من حالة جداحة قلوة يسار ثم أروح ناخل بخير ناخل أنا رايح قدع وكان إحصان يمين فعند كل ما ردئت يسار في المستقيم حدفته شوي عن المسار اللي كنت رايح فيه كنته في النص رحتي هنا أنا نوعي عدل بس لو عدلت أسوي اللي هو يبغاه ورح يمين مهلا؟ تسوي ألف يسار ثم أروح ناخل المكان اللي ناوي نروح لما راحنا لأنه يبغيروه لحن راحنا بشروط نعم يعني عدلت المسار حقي كنتي نعاصم رسمه بس بدون ما يحس لأني لو رحت يمين توقع أني رحت للمكان يبغاه طب لو استمرت على الفكرة موضوع أني ألف يساره كلمان يحدث ما استفلنا شيء أليسي أني أسوي يسار ثم أروح ثم أروح يمين أو أسوي سوى الواقس أنا لا يجب السخف لا هل سوى كده هاي واحدة ابعدنا و هلا هاي اثنين ابعدنا أنا بغارجة للنص عندي خيارين خيارة أول كده أولا 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 خيارة الثانية في الحلحة الأخر هل سوى و أخير التجاه أروح مكان ثاني مزرح و ناحت يعني باختصار وني بوصلك إياه اللخبطة أصبحت شيء إيجابي أنا لا خبطة بها إذا خذب بدأت من خارجية سوف خيارة إيجابي أنا ونفق فلا أبود هناك من أنزعه لنفق فضر سوف نفق فلا ونفق فلا هناك من أنزعان نفق فلا ونفق فلا ونفق فلا أبود 1. 2. 2. 3. 11. 12. فقط فكرة الكل كلك ده بس وجه كأنما الكل عندك تعفل ما مراتك تجزاغ بالعاك ويكهرب كله تخيل الجزاء وراك فكما تضطق كله بشي الهلا هذا الكل عاك بحدود سيرك شرك كلا توجيه ما يدل ترجل على وراك يسوي بوجيه ميهي ساره عن طريق المواكبة لشعوريا أو عن طريق انك توجه شعوريا بشيك ما تعمل وراك انا ارى وراك مستقيم ولكن لننصل بك راتبك لو مادرت احصانه واطلعتك الدعم أخيانك تتعمل حين القطرة الصخر تمشي عليها إذا كنت ماشي في المسار من الأوسط كان هو راح للأيسر وغولي راح فيه كانت معلق فكذة رحت للأيسر والأيسر فما أنني أرجع العيمة بطريقتي أو أنني أغير المسار الثاني ورحت إلى المسار الثاني ثلاث عند ذوقت ما كان مفتوح الآن يكون أسهل من الحصان هذا ولحبطت كل عشان أفراش وكان مفتوح ونأخذ براعتك بطلق داخل راعتك باللفات ونحن فكرة واحدة لحبني مياه على البره طبعاً بسمي معنا مكان ضيوي دورة ومعنا شخص في مدوق ونحاسك من الطبق بره وما في مدوق داخل راعتك فتبليك بلا أشياء حوليك كشعة ورمانعكم لأشياء موحدة عنك فكرة واحدة لعم، أنت واقف الآن لأشياء يتليم بطريق سار وأنت ماسك باليوميا موحدة في الوحف لا بحث وحفظ أنا يومنا كما أين هذه الاحصار تنبط تقد كتفك تقد كتفك الأيسار يعني نفس طريقة الام ها نعم بس انت سويتها بطريقة فيها ميانة يعني مسكت الجهة اليمنى باليسر يعني الدرجة اني سويت التمرين مهم بقمة الاحتقال لما يعني اني خليت الحصاني اللي ينقبتها وانا سويتها وراحت اوقا طبعا سيدي بسكر محترم تسيب اليسر هنا اقدم اقدام جرني يطلع ها بطريقة الاساسية الصحيحة الكلاسيكية تسيب اليسر هناك ها طبعا هو ما يحتاجه هنا اصلا هو يبغى الخير بس يحتاجه هناك لما يكون من دفع تجرب هذي توقف وبغين دفع ووقفت